هوية المسيح بالنسبة للمؤمن بالنسبة للمسلم للمسيحي لكل من يشاهد هذه الحلقة أهلا أحباء المشاهدين أحييكم في اسم الرب يسوع المسيح حلقة مضت سمعنا اختبار شخص اتغيرت حياته الأخ نضل من سوريا شاب درس الشريعة الإسلامية وبعدين ذهب للبنان كان من خلال صوت خافت في داخله وفي لبنان طبعا اتغيرت حياته للأسوأ في البداية ترك الدين أنكر الدين حتى وصل لدرجة أنه كان يسب ويلعن الله وفي يوم من الأيام يعني هو عم في هاي الوضعية صلى إذا أنت موجود اعلن لي ذاتك والله تعامل معاه بعدة طرق من خلال الصوت الخافت من خلال ورقة بالشارع الناس عم بتدوس عليها قرأ هذه الورقة كانت عبارة عن اختبار شخص مسلم وكتب شهادته كيف الرب يسوع غير حياته وبعدين وصل في النهاية أنه وصل الوضع كئيب ويائس وطلب الرب في تلك الليلة والرب يسوع أعلن ذاته في نور عظيم قائلا أنا هو الطريق والحق والحياة دخل عن نت وابتدى يبحث في الآية تعرف على شخص وابتدى يدرس الكلمة في يوم من الأيام شاف هذا النور نور يسوع شخص يسوع في الغرفة وان هاي اللحظة تغيرت حياته تغييرا جذريا ثوريا فوريا وبدل من شخص ناكر أو جاحد شخص تابع ليسوع المسيح واجه تحديات كثيرة من عائلته محاولات كثيرة أكثر من 22 محاولة قتل وأكثر من 18 علامة في جسده بسبب الضربات أو السككين في جسده لكن الرب حما وهو اليوم خادم قسيس بيخدم الرب في كنيسته وعم بيشهد في كل مكان ابقوا معي لأنه راح نكمل الحلقة عندي عدة أسئلة لإله وأنا بتأمل وبصلي أن هذه الأسئلة كمان تلقي الضوء على بعض الأمور يمكن أن أنت بتدور في ذهنك أو بتشك فيها أو محتاج أنك تعرف عنها سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة